أولاً القضية الإخوة المسلمين، نحن نتمينا للشبيب الإسلامية، الشبيب الإسلامية معها من كانت الله أعلم، الله يشهد، عنده واحد رئيس ديالها، وقال للمشكلة دياله سيعمار بن جلون الله يرحمه، مشاف حاله الدمعة لبطنوار، إلى حد الآن ما كان عرفوش بالضبط شنو كان ذلك لبطنوار، لا العلاقات ديال ولا واش كيمول شي واحد، وحنا يا تفرقنا معاه في 81 وفي 81، قلنا رئيس ديال الشباب متقربين في السن حوالي يعني بين العشرين والثلاثين، واجتهدنا رئيس دياله، كان من الممكن داباً نكونوا واحد الحركة هامشية في المجتمع، أو لنكونوا واحد الحركات سالة تركين بعض الحركات كنو كيشف لنمشوف حلوم، أو لنكونوا في شيء إرهاب، أو لنكونوا في شيء سجون، والله أعلم، المهم، وبقنا نجتهدوه، وكان نتفعلوه مع الواقع ديالنا، يعني حتى قررنا باش نطلبون ندخلوه للحياة القانونية، وطلبنا تأسيس ديال الجمعية ديالنا، اللولى اللي كانت هي الجماعة الإسلامية، واللي أعطونا الحمد لله توصيل ثلاثين عام من بعد، من اللي قلت رئيس ديال الحكومة، قلت لسي العنصر، السي العنصر، كان لديك سعاد وزير الداخليات يقلس قدامي، قلت له ما بغيته من هاد الحركة، أعطيتكم رئيس حكومة، كان شيء وسيل أخرى، باش ننتبتو لكم، بل إحنا رحنا وطنيين، ومع الدولة، ومع الملكية، ومعاد شي كله، مشاء دوز واحد جوش ديال السيبنة والثلاثة، وصفتوا على الإخوان وعطوهما، وهذا القضية، هذه الحركة، باش نفضيوها، الحركة هي اللي ولدتنا، هذه الحقيقة، وكيم كلها، إلا بغيت تدير أحزاب أخرين، هي دعمها، يعني ممكن، ولكن تنظم صعيب يطلع له شيء، بحل العدال وتنمية، لا تنظم ما سوف يطلع له شيء، لا تنظم، مقاة واحد القضية، مقاة واحد العدد القضية، نقول لكم، الدخول ديالنا للحياة السياسية جاء مخاضاً صعباً، ما كانت إحنا عنا دخلنا العمل في إطار ديال القانون، خرجنا من السرية، من جينا ندخلنا للحياة السياسية، لقلنا أن نرافض في الصف ديالنا، نرافض، نرافض، وعندما نتجاوزوه، نحتاجنا أن نسيب على الله يرحمه، ندروا تلتمية تلف كيلومتر ديال طريق، لنشرحوا للناس ونضحوا لهم وكذا إلى آخره، ودخلنا مع الدكتور الخطيب لأنه هو الوحيد الذي يلقى فيه، الشجاعة، من بعد ما أدخل، واحد السيد والإخوة المسلمين فعلاً، كان تعيش في المغرب لأنه بنتم زوجة مغربي من الاتحاد الاشتراكي، من غرق الضهر، سي صلح أبرقيق، وقال له رهد الناس، رهوم نسمع قولي ناسي الخطيب، بعد ما أشهد الله، هذا الدكتور الخطيب، حتى أوقاً كي أعتقد باللي إحنا يا عملاء ديال الدولة والداخلية والأوقاف، مهم إحنا الحمد لله صنفونا بأبيكتو المونت، من يعني البوليس حتى الولايات المتحيرة، يعني دوزونا من هذا الشي كامل تتهمونا بالعمالة، لهذا الشي كامل، فيعني طبعاً راجح من روب الشيعة كذلك، فحنا يدخلنا للعمل السياسي كنا جد متواضعين، فعلاً بحل اللي قالت سي طوزي، تبارك الله عليه، لا، قالت سي سعد الله، قال لي حماية، فعلاً فهذا كل أولاً، هل كانت؟ حماية الدعوة، حماية الدعوة، وشوية القناة باللي، كينا إشكاليات حقيقية في المجتمع، من اللي جبنات سعود، ما جبناش، ومشي تسعود في الحقيقة، يا ذاك الساعة تكالل بصري، انت عارف كل شيء، يا سيطلا، يعني، يعني مشي تسعود اللي كانوا، كانوا كتر من تسعود، بو، سي باتغي غافتوسا، دابات شي التاريخ، وكي يظهر هكذا، حد دابا كين لي ما كيعجوش شي حاجة تكون ما مقداش، ولكن الواقع هكذا دير، وخصك تكون قادر، باش تبت نفسك في الواقع الحقيقي، بحل وقع دابا لبعض الإخوان ديالنا في الحركة الإسلامية، اللي كينتدرو حتى تكون الانتخابات سليمة، مئة بالمئة عادي يجيوا، يعني يشاركوا، بطبيعة الحال، كلكم كتعرفوا واحد القصة، أو تهل الجميع، شي واحد شي حاجة، قال لك دخل الحمام، ودن، وغنى، وعجبوا الصوت ديره، وخرج قال الجماعة، أنا اللي غنو دلكم، أرى الصوت ديالي مزيان، من اللي طلع يودن، تطلع الصوت ديالي، وما فيه ما يتشاف، قالوا، وش هتشاجها، قالوا، من اللي هي حمام فوق، من اللي هي حمام فوق الصمع، وتشوفوا الأذان كيف أشدهر، فا، ما كانش، ما كانش حمام فوق الصمع، طبعا، هاد النوكات ديالي، لبعض منها، تحتاجتها، توصل الضرعة، تفهمها، باشك، ضحك، انت والسيدة، فا، على قلة المناسبات، ديالت ضحك مع السيدة، فلا، يعني، إحنا، واحد الساعة، القيناريوس، كانت تواجهوا، مع واحد الشيحة جاسية، تلك الخطة الوطنية، لإدماج المرأة في التنمية، واجهناها بكل نياتين حسنة، يشهد الله، ودك الشيعة، واحد النتيجة، في ألفين وجوج، ديال الانتقال، من 14 إلى 42، وطبعا، ديك الساعات، ما بقش، المنطق ديالي، وطبعا، جاءت ضربات، كما لإخفى عليكم، ألفين وثلاثة، ما تسمح لناش، باش نشاركوا، شاركنا بالنصف ديال، ديال القوات ديالنا، وجينا من، في الانتخابات الجماعية، وطم مشينا الـ 46 إلى آخره، وجاءت القضية ديال، 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 وقفنا فيها الموقف، لبالي نحنا، بحل لا أريد أن أقول لنا، الإخوان، ربما، نحن بنا، وبينا اليسار، كان وحد الخلاف، اليسار هو، كان ينازع على الحكم، والإسلاميين، في الخارج، لا ينازعون الحكم، يريدون أخذ الحكم، ونحن لا ننازع على الحكم، ولا نريد أخذ الحكم، نريد فقط أن نساهم في الحكم، ونريد بصراحة أن نعضد الحكم، ونحن بنا أحد المشكل، ونحن نخاف على النظام، ونحن يبدو هذا الكلام غريبا، ونحن اللي على الجهة، ونحن نحن أيضا، ونحن أيضا، ونحن لا يعجب أن نقول له هذا الكلام، فلنحن نفهم، ونحن ندخل قناة لله، وما سأخذكم؟ أنا بالخصوص، ولكن لا أريد أخذ، من الكثير من الأشخاص، ونحن نقوم بسؤال، ونحن نأخذني، ونحن نأخذ الحكم، ما نفعله نحن سنفعله بما يمكننا نفعله صحيح كاننا في الحكومة جوجه المرات كل شيء يحدث صحيح ولكن اليوم سنفعل المعارضة و سيقول لكم بشكل قوي يقولون يقولون ليس سكتوش تقيلوا يقولوا علينا كل شيء العجب ليس يطحش ولكن نحن نشعر بالدورنا إيجابي وأننا نستمر في المواجهة ما يسمى الفساد حيث كاين فساد خلافاً لما قال السوابي لكانش واحد عنده الفسادي والرهلين كان تعجب في هذه المخلوقات كيف يصولون السياسة لو كان ما كانش الفساد في المغرب ما يكونش الاحتجاج هذه ستين عام وحنا في الاحتجاج وباقي ما بغناش نخرج من هذا الاحتجاج والتواحد ما عجبوا الحال بما في ذلك الأترياء والأغنية والمتوسطون وحتى الحكام وعلى رأسهم جلالة المالك توا ما عجبوش الحال وما عجباش سياسة وما عجبنوش الأحزاب سياسية إذن كيفاش الليلة كان وشنو مقصد سيدا دي جيف جيف السر هذا المفهم لأن هذا المفهم جديد إنما كيش الفساد ولكن كل شيء يحاولي يتضرب مع الفساد بقى نقوله من لي جاءت القضية دي العشرين فبراير الموقف اللي وقفناه را وقفناه الله يشهد الدرجة الأولى نستعبد الله بها لله ولي 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 ومسلحة الوطن حسب ما بدى لنا يمكن نكونوا غلطين يمكن ولكن من لي داز هدك الموقف دي العفين وحضاش كان الناس يترقبون أننا سنسقطوا بعد ستة أشهر كملنا خمس سنين ولكن ما كملناش خمس سنين فقط كملنا خمس سنين ومرنا من مياه وسبعة إلى مياه وخمس وعشرين وهذا العمري إذا كان شي شوية المناسبة لنا ما كنرد على التواحد فيكم أنا استحسنت كل كلامكم بما في ذلك ما عادة واحد القضية اللي قال للأخ وجوه جديد دي ما عارتش عنش قلتها ما دام كالانتخابات غنحيدوا واحد الوجه القديم باش نجيبوا وجه الجديد اللي هو أقل منه كفاءة أو لأنه ما عجبناش أو لأنه فقط قديم وهذا وارد في طبق الحضر مش انتلك تقول هذا الشي راح تسخل فيتي يقولها قال لك بقيادات جديدة ومشاريع جديدة وبرامج جديدة وإلى آخره هذا المرور من مياه وسبعة إلى مياه وخمس وعشرين هذا إذا كان شي منطق دير الديمقراطية وكذا إلى آخره مع العلم شكونتون المياك اللي الدارو باش هذا يعني تنكاشي بوبولير ماشي شعباوي شعبي وهذا الخلط بين الشعباوي والشعبي مخدمش أنا بغي نكون شعبي ما بغيش نكون شعباوي أعوذ بالله شو ما نكون أنا شعباوي لماذا نكون أخويا شعباوي فهذا الكاشي هذا دار ووقع إجهاض هذه التجريبة غير دبها الإجهاض دياله التجريبة مشيحنا للولين دونك هذا صفي بغتي دي ببيزاج مغوكا قسكتوش درسك بأنه رأي مكن وخط نجح طيح طيحوا الأمين العام جابوا أمين عام آخر من الحزب الأخره تمشت الأمور ما كان مشكلة أعملنا أخطأ وخدموه معلينا ومشينا لألفين وواحد وعشرين وطاح الحزب كان الستوزين ناس يقولون بالفرنسية ستون ميزة مغوكا انتهيتم ولكن الديمقراطية هي هذه الحزب اجتامع وطلب باش يرجع الإله بن كيران بواحد وثمانية في المياه أش ندير كاي اللي قال لي السعب الإله ما ترجعش هو علاش رجعتي صافي تدوز دي خمس سنين دوز دي رئاسة الحكومة ورئاسة الحركة ورئاسة الحزب وكذل وكذل أخره سير رتاح مع رأسك يعني واش بحل قل لتيك واش لتيك قد قبل هذا الشي طبعا ما استساءل السعب قرتي واش اليوم يدر نمو سيران جموع مليون ديال الفرنك مليون ديال الناس ما تنظن ولكن لاجت شي مصيبة بحال ديالخطة ونضنا لها وضربنا معها ووعينا المجتمع بحال وعيناها في ذاك الوقت وتحركوا الخطباء وتحركوا أي ما وتحركوا نقدرون نعودون نجمعوا مليون ديال الناس ماشي ماشي مستحيل ولكن احنا هذا ليس هدو الهدف ديالنا نجمعوا مليون ديال الناس ولا ما نجمعوش ولا نجيو لا الهدف ديالنا هو نقوم بالدور ديالنا سيدي محمد عبد الكريم الخطبي رحمه الله جابوا لي الإخوان ديال الحسيمة واحد واحد لوحة شنو كاتبين فيها كاتبين فيها سمح عبد الكريم الخطبي التي يقول لسهنالك نجاح وليسهنالك فشل هناك واجب أنا حاولت أن أقوم به جهد المستطع أو قدر المستطع فهذا هو الذي يحاول حزب عدد اليوم وبيل وبيل كون أنك تعجب لأن الحزب هذا اللي يعني يعني الأحوال دياله فهذا سميت تنشف مقارنة بعدها بالأحزاب الأخرى باقي موجود لما كان هو الأنشط وموجود ومن يعني نشاطاته حضوركم معنا اليوم قبولكم دعوتنا جزاكم الله وأحسن الجزاء والأنشطة التي تمر يعني باستمرار المستقبل بيدي الله حلق السي الخلفي ونحن وقال واحد القضية قال لك ودي ما كان عندنا غير المرجعية الإسلامية ولكن ليس المرجعية الإسلامية دير الشرق لأن المرجعية الإسلامية من الذي قمنا هذا مرجعية الإسلامية التي أمن بها ما المرجعية أردت مجموعة الناس لأن إيران نوى أشعاري واحد مجموعة أخرى قال لي ما المسؤول في الدولة ينحل سنتمتر ويحسب اللبنات ما مع المرجع اليوم وما نبين نحن ضد هذا نحن لا أمن بالهدية المرجعية الإسلامية هذا التخرب بق عينيه وهذا الإسلاميين اللي مشغولين بهذا الشي في الحقيقة ما تفهموش الدين ما تفهموش الواقع وما تفهموش العصر حيث الدين إذا فهمته وتكلمت به مستحيل ما يستجبلك الناس وهو ما بسلمين ولكن تتكلم بالدين مع الناس في المسائل الحقيقية دياله و القيام دياله ويصلى الله عليه وسلم كان يدخل مع النساء بشعرفة كل وحدة شحال كاتبين مرجلاء وشحال ما كاتبين شمرجلاء هاتش عمروا مكان ولكن جاء يدعو إلى أشياء كبيرة وعظيمة أحيات الأمة وهذا الذي نحاول من تنوكم ونصفة سباسيا الله أعلم على كل حال من نسبة من هنا للمؤتمر قاعد الناس اللي كي آمنوا القيادة الجديدة يديروا الحملة وفي المؤتمر الانتخابات هاللي غدي سبين وشحنا ديمقراطيين لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة